السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو النهاردة حيكون الفستان العيد لعمر 10 سنوات للسنة المحاية للمبتدئين بأسهل طريقة تابع معايا الفيديو للآخر الفستان العمر 10 سنوات الخامات والأمطار المستخدمة 2 متر ستان مردين 2 متر طول خيال 4 متر ستان للحزام والفيونكا بيكون لون مختلف حقسمي 64 سنط من القماش وطبقه على 2 بالشكل ده هتبسهم بالدبابيس بالشكل ده لو أول مرة تابعينا طبعا يسعدنا اشتراكك معنا في القناة هتسبت المتر بالطريقة دي وتتأكدين ان طول 82 سنط وبعد كده بتطلعي من تحت الفوق لحد الوسط 45 سن ده طول الكلوش وتسبت المتر وتنزلي لحد أول الوسط 36 سن وتبدأي تلف في النص دائرة بتاعة الكلوش بالشكل ده وتسبت المتر تاني من فوق تبدأي تلف في نص دائرة الكلوش بالشكل ده وبعد كده بتقصي من عند الوسط ومن عند الديل زي ما انت شايفة كده وطبعا انا أسابت واسع للكشكشة من عند الوسط تمام بتكده جبت بقى القماش الجزء ده حيكون مقفول وبعد كده حعمل خط وهمي من فوق علشان أساوي القماش وحتخل من الجزء ده 6 سنط دخل ترقبة وبعد كده أنزل ميل الكتف 3 سنط وأخد طول الكتف 12 سنط المارك اللونه مش باين فحاول ترسم بالرصاص بعد كده انزلت من النقطة دي من الكتف 39.5 سنط طول حد الوسط شامل الخياطة بعد كده حعمل خط نهاية الوسط بالشكل ده بعد كده حنزل من النقطة دي في الكتف 20 سنط للجير أو حرزة القبط بعد كده حاخد 22 سنط ربع دوران السدر و20 سنط ربع دوران الوسط بعد كده رسمت خط الوسط وبعد كده حطلع بعد خط الوسط 5 سنط زيادات علشان الفستان ينفع البنوتة الأطول فترة ممكنة تلبسوا كذا سنة يعني وبعد كده رسمت الخط الثاني بعد الزيادات بعد كده حرسم الجيرو أو حرزة القبط بالشكل ده حطلع 3 سنط من الزاوية دي خط وبعد كده بعمل الدوران ده وده دوران الجيرو برسمه زي ما انتوا شايفين كده بعد كده حانت العمقى رقبة الأمام 7 سنط وطبعا انت حسب رغبتك حابة تنزليه أكتر ما فيش مشكلة بعد مرسمت ربع دايرة الرقبة دلوقتي حطلع من آخر خط الوسط الفوق 1.5 سنط وعد الخط نهاية الوسط بعد كده حدخل في الجيرو للأمام 1 سنط يعني الجيرو بتاع الأمام أقل من الخلف 1 سنط يعني الخلف لو المسافة دي 17.5 في الأمام بتكون 16.5 بعد كده باقص زي ما انتوا شايفين كده الأمام دلوقتي حشتغل على الخلف للطب الجزء الأعلى من الفستان بعد كده جبت بقيت القماش حطيت البرصل على البرصل وبعد كده حدبس بالدبابيس وسيب جهة البرصل كده 2 سنط هيكون ده الجزء بتاع خط الظهر وتركيب السوستة تمام بعد كده جبت الأمام اللي أنا قصيته وحبدأ أحطه كده قبل الاتنين سنط اللي أنا سايباهم للسوستة وبعد كده حنزل عمق رائبة الخلف 3 سنط يوارس من ربع دايرة بتاعة الخلف بعد كده حقص على الحدود اللي أنا رسمتها وكده نكون قصينا الأمام والخلف وطبعا بشيل الواحد سنط من الجيرو في الأمام ده التعديل اللي بيتم على بطرون الأمام أو الأمام اللي احنا قصناه وحنقص زي الجزءين دول تاني للبطانة وكده معنا الأمام والخلف والبطانة بتاعتهم من الستان برضو بعد كده قصيت طبقتين طل خيال طل طل طبقة 53 سنط بعرض الطل 3 متر وبعد كده قصيت أربع شرائط عراض كده طل 20 سن وطبعا كل واحدة منهم عرض 3 متر عرض الطل وزي ما قلنا دول طبقتين والباقي كل طبقة لوحدها بعد كده حد أكشكش على المكنة الأربع شرائط العراض اللي أنا قصيتهم تمام دول اللي حيتحطوا على الديل زي ما انتوا شايفين كده بيتم كشكشتهم بالطريقة دي على المكنة وطبعا هكشكش الوسط بتاع كل طبقة من اللي هي طلها 53 سن بكشكش كل طبقة لوحدها الأول وبعد كده بخيط الطبقتين على بعض من عند الوسط تمام وانت بتكشكش طبقتين الطل مع بعض من عند الوسط ممكن تلاقي جزء فيه كسافة الطل وجزء تاني فاضي شوية تبداي عادي توزعي بإيدك تفريدي الكشكشات بالطريقة دي بحس توزعي كسافة الطل لجهة الوسط بالشكل ده وبعد ما تخلطي الوسط بتبداي تركبي الشرايط اللي احنا كشكشناها لوحدها على بعض 20 سنتي من الديل تمام بعد كده هجيب الكلوش الستان وعملت تانيتين في قلبة بعض من ناحية الديل وطبعا نازم تكوي كل حاجة أول بأول وبعد كده خط الظهر عسيب الجزء ده مفتوح للسوستة وتكملي خياطة باقي خط الظهر بعد كده هكشكش وسط الكلوش الستان لحد ما أوصل لمقاس البنوتة بالزبط وبعد كده هجيب الظهر للطب تمام وحط عليه الأمام وحقف الخياطة من عند خطين الجنب ومن عند خطين الكتف على المكانة وبعد كده هجيب البطانة واقفلها بنفس الطريقة اللي قفلت بها الطب بعد كده قصيت شريط من الستان عريض وطبقته على اتنين بحيث يكون النص ثمانية سنتي والعرض كامل ستتاشر سنتي دايما انتوا شايفين وطوله ستة وتلاتين سنتي تمام قصيته بالشكل ده وبعد كده هبدأ اتنية على اتنين تاني بالطريقة دي علشان ادور الطرف بتاعه بالطريقة دي تمام وبعد كده هقص الجزء ده اللي انا دورته بالشكل ده وبعد كده خياطه على المكانة الخياطة بتتم على وش القماش تمام وبعد كده حكويه كويس حكوي القطعة دي كويس وبعد كده هعمل فيها كسرات تمام هتشوفي ازاي دلوقتي طبعي معايا الفيديو الاخر وده شكلها بعد ما اتكاواه وبعد كده ركبت القطعة دي على جيرو الطب تمام زي ما انت شايفة كده هعلمت كده اتراكبيها في القطعة التانية وده شكلها من جوه كمان انت طبعا بتكوني مصرفي لكل حاجة قبل الخياطة خالص واي حاجة بتعملية بتحاول تكويها اول باول بعد كده اسمتها على اتنين بالطريقة دي عشان احدد بعلامة او بمرك منتصف القطعة دي تمام وبعد كده هبدأ اثبت المنتصف اللي انا علمت عليه ده مقابل خط الكاتفة في الطب بطريقة دي ها يستقل الاول من الجيرو مسافة عشرة سنتي يعني نص الجيرو تمام وحدد علامة علشان النقطة دي هي هتكون نهاية تركيب القطعة دي فهبدأ من المنتصف انا حددت علامة اللي هي تحدد منتصف القطعة اللي انا ركبتها دي بعد كده حسبت منتصف القطعة دي مقابل خط الكتف ونهاية القطعة اللي هي بتات ستان دي مقابل النقطة اللي انا حددتها اللي هي بعد عشرة سنتي من خط الكتف على الجيرو تمام وبعد كده المسافة اللي هي هتكون الوسع ده هو ده اللي هعمله قسرات بالطريقة دي اللي هي المسافة بين النقطتين خط الكتف والنقطة اللي هي بعد نزول عشرة سنتي هيكون فيه واسع في القطعة اللي انا بركبها دي اللي بيتم كشكشته او عمل قصرات بالشكل ده وبعد كده باخده على الماكنة وخيطه ده شكله بعد ما اتخيط تمام وتقدري تحطي فيها طل كمان لو انت عايزة تستبدالي ستان بالطل فحسب رغبتك بعد كده حبدأ اركب البطانة في الطب حبدأ اسبت من عند خطين الكتف الاول خط الكتف في البطانة مقابل خط الكتف في الطب من الجهتين وبعد كده باسبت بالدبابيس كل دوران الرقبة امام وخلف البطانة مع الطب وبعد كده بتغذيع الماكنة واتخيطي بعد كده قفلت البطانة مع الطب من جهة الجيرو بالشكل ده لشان يكون التقفيل نظيف طبعا منك يكون لحاجة بعد كده بقفل البطانة مع الطب جهة الجيرو بالشكل ده حقلب البطانة بالطريقة دي وبعد كده حبدأ اسبت خط الجنب في البطانة مقابل خط الجنب في الطب بالشكل ده الاول بالدبابيس بعد كده حبدأ أثبت خط الكتف في البطانة مقابل خط الكتف في الطب الأول وبعد كده بثبت الجزء اللي هو من أول خط الكتف لحد خط الجنب اللي هو نص الجيرو بثبتهم مع بعض بالدبابيس بعد كده باخد الجزء ده على المكانة وخيطه زي ما قلنا من أول خط الكتف لحد خط الجنب اللي هو نص الجيرو تابعي معي خطوات التأفيل وطبقي معي أول بأول وإن شاء الله هتقدر يتعمليه أحسن بإذن الله ولو مختم يكون مشروعك هو تفصيل فساتين الأطفال بانصاحك بمتابعة قائمة تشغيل فساتين الأطفال على قناتنا ان شاء الله تقدر تفيدك بعد ما خيطت نص الجيرو عن المكناة ببدأ أعمل تفتيحات بالمقص بالشكل ده طبعا لحد قبل خط الخياطة علشان أريح دوران الجيرو وكمان بتعملي نفس الحركة دي في دوران الرقبة لما تخيطيه تمام وبعد كده ده بيكون شكلها زي ما نشايفه كده نص الجيرو ده شكل الفنش بتاعه وبعد ما قفلنا البطانة في الطب من جهة الجيرو النص التاني حيتقفل بنفس الطريقة بخيط من عند خط الكتف لحد خط الجنب وبعد كده بعمل تفتيحات على دوران الجيرو وبعد كده بيكون خلصت انت كده تقفيل البطانة من عند الجيرو زي ما نشايفها كده وطبعا بتكوي كل حاجة أول بأول وكده أنا كشكشت الطل زي ما قلنا وخيطت طبقتين الطل مع بعض من عند الوسط بعد ما عملت كشكشت كل طبقة لوحدها بعد كده خيطت شرية الطل اللي أنا كشكشتها اللي هي كان طلها 20 سنتي على بعد 20 سنتي من الديل على طبقة الطل واحدة تمام اللي هي أول طبقة بالشكل ده ده شكلها نهائي ولو عايزة منفوش أكتر من كده تقدر يتقطري طبقات الطل حسب رغبتك يعني دي حاجة راجع ليكي انتي والجزء ده هتركب تحت الكلوش الستين اللي هو هتشوفيت دلوقتي تابع معي الفيديو الآخر علشان تشوفي النتيجة النهائية للفستين وده شكل الكلوش الستين لما عملت كشكشة من عند الوسط لحد ما جبت دوران وسط البنوتة بالزبط زي ما قلتلك وعملت التانيتين في قلب بعض من عند الديل وتقدري تستبدلي التانيتين في قلب بعض بتركيب شريط جميع عريض لو انت عايزة سوريه أكتر من كده تمام لكن هنا حبينا للفستين يكون تفاصيله بسيطة علشان يكون مناسب للعيد والحفلات المدارس وتكون التفاصيل رائية فيه تمام فبعد ما عملنا الكلوش زي ما انت شايفة كده قصيت من الستين الكوحلي حزام زي ما انت شايفة كده وبعرض تقريبا خمسة سنتي أو حسب العرض اللي انت عايزاه وهو بيكون كده طبقتين وانت بتتنيهم وبتخيط الحرف بتاعهم بالطريقة دي زي ما انت شايفة كده تمام والحزام ده طبعا حيتركب على وسط الطب هتشوفي ازاي دلوقتي ده الطب طبعا بعد ما كويته حبدأ أركب الحزام على الوسط على طبقة الطب اللي فوق مش البطانة تمام الطبقة بتاعة الطب الأولانية وده شكل الطب بعد ما خيطنا فيه الحزام من جوه وطبعا زي ده أنا بفردة بالمكوى وده الطب من جوه من عند الجير ونظافة التقفيل زي ما انت شايفة كده مهمة جدا خطوات بتاعة التقفيل تكون نظيفة علشان ده بيعلي من قيمة شغلك والتالي بتحدد السعر مناسب لشغلك وبيكون مكسابك كويس جدا بإذن الله تمام دي تفاصيل الطب كلها زي ما انت شايفة كده والفينيش بتاحها المكوى مهمة لازم تكوي كل حاجة أول بأول ده بيساعدك ان في النهاية الفينيش بيكون عالي ومش متعف في الكوي بعد نهاية تقفيل الفستان بعد كده حبدأ أحدد منتصف أمام الطب بالشكل ده بحط خط الجنب على خط الجنب وبحدد بعلامة كده بالمركب منتصف الطب تمام علشان حبدأ أركب فيه الكلوش الساتان بطريقة دي برضو بحدد فيه الوسط بتاع الكلوش الساتان أربع علامات تحدد لمنتصف الأمام ومنتصف الخلف ونقطتين الجنب وببدأ أركب وسط الكلوش الساتان فيه وسط الطب بالطريقة دي وبعد كده باخدها على المكنة وخيطها تمام تبدأ التثبيت من أول المنتصف وبعد كده خطين الجنب وبعد كده نهاية الظهر تمام وكمان الوسط بتاع البطانة هيتسبت فيه الوسط بتاع طبقات الطل بنفس الطريقة هحدد منتصف الوسط بتاع البطانة اللي هي بطانة الطب تمام بعلامة أو بدبوس وبعد كده بفرده بالشكل ده بعد كده بجيب الجيبة الطل تمام أو الجيبونة الطل اللي أنا هركبها من تحت وبحدد برضو بدبابيس منتصف الأمام ومنتصف الخلف ونقطتين الجنب تمام علشان أبدأ أسبتها في الوسط بتاع البطانة بالشكل ده برضو هتسبتي من اول المنتصف وبعد كده نخطين الجنب وبعد كده نهاية الظهر تمام بعد كده بتغذية المكنة وتخيطيه طبعا وبعد كده خيطت السوستة السحرية ملحقتش هصورها لكن انا شرحتها في كل الفيديوهات السابقة وعملت في يونكا من الستان زي ما انت شايفة كده تمام وطريد تقفيل البطانة من عند السوستة برضو شرحتها في اغلب الفيديوهات المتاحة على القناة وتقدري تتابع قائمة تشغيل فستين اطفال لو حاجة فاتتك في الفيديو ده هتقدري تتابعها في فيديوهات كتير شرحتها قبل كده الفستان ده مناسب جدا للعيد زي ما قلتلك تقدري تقطري النفشة بتاعته بطبقات طل زيادة لكن حبينا انه يكون رقيق علشان يكون مناسب للعيد وهي كمان حفلات المدارس وتقدري في العيد انك تلبسي بنوتك جاكت عليه تمام علشان ينفحها في الصيف بالطريقة دي تقدر تلبسه في الصيف وفي الشتاء تمام والاطول وقت ممكن تقدر تستفيد منه لان سايبة وسع من جوا يعني هتستفيد منه لأكتر من سنتين كل التفاصيل تم شرحها في الفيديو ده للمبتدئين اتمنى يفيدكم ان شاء الله وتقدري تعمليه زيه احسن كمان وتابع قائمة تشغيل فستين اطفال لو مهتم يكون مشروعك هو تفصيل فستين الاطفال ويكون مصدر رزق ديك كويس جدا باذن الله وتابع قناتنا التانية على اليوتيوب حساب لك اللينك بتاعها في صندوق الوصف هتتعلمي طريقة تفصيل فستين الصهرة كمان للكبار في صندوق الوصف كل حسابتنا على السوشيال ميديا وكمان قناوتنا على اليوتيوب يسعدنا متابعتكم طبعا ومستنئة رأيكم في الكومنتات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة